رجعنا لكم مشاهدين وبتمنى تكونوا متواصلين معنا في بداية نهاركم بهاي الفقرة بالتحديد رح نتعرف على المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية ريفورم هاي المؤسسة اللي بتسعى لبناء حكم تعدد انطلاقا من احتياج المواطنين من خلال تأسيس مساحات تشاركية وذلك لتطوير سياسات عامة بتعتمد على قيم المواطن الصالحة تنوعت مشاريعها ما بين مشروع الجسور الأول ومشروع تطوير بيختلفوا هاي المشاريع من المناطق اللي بيشتغلوا فيها الفئات المستهدفة ولكن بلطقوا بالتحديد في تحسين وتنمية المستوى الثقافي والاجتماعي للفرد وانه يكون الفرد هو الأساس والمحرك في تغيير المجتمع اللي بيعيش فيه بالأمس أعلنت المؤسسة عن إطلاق مشروع جسور اتنين بعد العمل على مدار عام في تحديدا بمنطقة بمحافظة بيت لحم والخليل من خلال مجموعات شبابية لتوسع الآن في مشروع جسور اتنين في خمس محافظات فلسطينية مختلفة نسعدنا نسلط الضوء أكثر على هذه المؤسسة وعملها ونسلط الضوء ونعرف كمان كيف رح يكون مشروع جسور اتنين وبرفقتنا داخل الستوديو مدير عام مؤسسة ريفورم عدي أبو كارش الله يصبحك بالخير الله يصبحك بالخير ولمتابعينك أجمل تحية كيف كانت بداية نهارك؟ يعني منيحة بترف الطعس شوي بعد دولك يعني نشكرك كمان على وجودك معنا خلينا نبدأ من النتائج التي توصل طولها بمشروع جسور واحد أهم النتائج بداية جسور واحد هو مبادرة شبابية كانت بتهدف لنهوض بواقع المشاركة الشبابية في منظومة الحكم المحلي سواء في البلديات أو في لجان الخدمات المحلية في المخيمات اللاجئين ووصولا لشراكتهم في مؤسسات الحكم المدني أو المؤسسات المجتمع المدني هذا صح التعبير وبالتالي من أهم النتائج اللي ممكن نسلط عليها الضوء هو تأسيس لجان خدمات مجتمعية في محافظتين في بيت لحم والخليل وهاي اللجان العمل الخدمية والمجتمعية رح تعمل على إشراك كافة المتطوعين تأسف في المرحلة الأولى ليكونوا نواة تغيير إيجابي في مجتمعاتهم المحلية وليكونوا أيضا الأداء اللي بيستند لإلها صنع القرار في مشاوراته في رصده لإحتياجات الجمهور وفي طريقة ممارسته للحكم الجهة الثانية أو الإنجاز الآخر إذا صح التعبير هو تشكيل مجموعات عمل ضاغطة على مفهوم صناعة القرار سواء باستخدام الإعلام أو باستخدام السوشال ميديا أو الفيسبوك والأدوات التقنية وطبعا الشباب والمجموعات الشبابية اللي اشتغلتوا معها على مدار العام هي اللي كانت اللي عم بتحطوا الأجندة الخاصة فيهم هم كانوا عم بحطوا مشاريعهم صحيح؟ طبعا مشروع الجسور هو اعتمد منهجية تشاركية بالمطلق من ألف ولياءه حتى إلى الحد اللي اشترك فيه الجمهور أو الجمهور المستهدف منه في تصميم المشروع ذاته وبالتالي كان تصميم المشروع بداية بالتشاور الكامل مع مجموعات مركزة وبعد ذلك هم يصمموا الأجندة اللي بتتناسب مع احتياجاتهم وأيضا كان فيه اشتراك في تنفيذ النشاطات بمعنى أنه هاي الفئات المركزة اللي احنا كنا منتشاور معها هي كانت بتقود النشاطات المختلفة في مشروع الجسور واحد وفي مشروع جسور اثنين هو بالكامل تشاركي يعني المؤسسة قادة ريتريت في الأردن في سبيل أو لجهة تطوير مشروع أو المقترح المشروع لجسور اثنين وبالتالي كل المتطوعين في مشروع جسور هم بيشعروا بملكية عالية للمشروع وبينتموا لكل جزئية فيه لأنه عمليا نابع من احتياجاتهم الشخصية الفردية وبمثل أيضا احتياجات المجتمعات المحلية اللي هم بمثلوها ممكن نرجع نعرج على الأهم النتائج اللي جسور واحد حققها عمليا كانت الفكرة من جسور واحد أنه أيضا يكون هناك بناء حراك مجتمعي في مستوى المكونات المجتمعية المختلفة وإحنا إذا ننظر إلى الخلف لسنوات بنشوف أنه في قطيعة في مستوى العلاقة بين جزء من المكونات المجتمعية الفلسطينية وهنا كان تركيز مشروع جسور واحد وبالتالي استطعنا أن نخلق هذا الجسور وهذه المساحات الآمنة لا يتشارك فيها الكل الفلسطيني هذا فيما يتعلق كله بجسور واحد واللي نتائجه بالنسبة لكم كانت ملموسة وواضحة هل من هون استمديتوا فكرة أنه تبدو كمان جسور اثنين؟ تحكي لنا أكثر عن الفكرة والمبادرة المزبوط جسور اثنين هو استكمال لمشروع جسور واحد ولكن بالتغيير وتعديل على طريق تنفيذ النشاطات كانت الفكرة في الجسور واحد أنه إحنا نخلق نواة تغيير واليوم نواة التغيير هاي هي بتقود تنفيذ جسور اثنين وبالتالي جسور اثنين سيمتد من بناء قدرة لاشتراك في أعمال تطوعية في الجهات المحلية لشراكة في صناعة القرار في المستوى الحكم المحلي لعلاقات حوارية ما بين صناع القرار لأيضا تثقيف ذاتي بمعنى جلسات مراجعة الكتاب إلى الحد اللي بيوصل لنشاطات جماهرية توعوية بيستهدف فيها المتطوعين اللي مستفيدين من المشروع جسور اثنين ليوععوا مجتمعهم المحيط فيهم بأهمية هذا المشروع بأهمية هذا المبادرة ولكن أيضا بأهمية الحقوق الجمعية للشعب الفلسطيني وأيضا للحقوق الفردية تحكينا مين الفئات المستهدفة والمناطق المستهدفة كمان في هذا المشروع المناطق المستهدفة هي خمس محافظات الخليل بيت لحم رمالة ريحة ونابلس والجهة المستهدفة ممكن نقسم المشروع لجهتين صانع القرار السياسي والإداري وهنا نحاول نضغط على صانع القرار لنأثر في طريقة صناعة القرار لتصبح تشاركية إلى الحد اللي بتتناسب وبتنساجم مع احتياجات الجمهور وأيضا فئتنا الأصيلي هي الشباب من عمر 22 إلى عمر 35 سنة وبالتالي هم بكونوا على عتاب إنهاء مرحلة الدراسة في الجامعة أو ما قبل ذلك بقليل وبالتالي هم بكون في عندهم هذا الأنرجي أو هذا الطاقة هذا الحفيزية للعمل والتغيير والإنجاز والإبداع في هذا الإطار ومن ناحية أخرى جسور بيركز على إصدار نشرة أو جسور اثنين بيركز على إصدار نشرة دورية اسمها أندر مايكروسكوب أو تحت المجهر وهي رح تتناول قضايا حقوقية سواء في المستوى الفردي أو في المستوى الجامعي ورح تسلط الضوء على هذه القضايا ليكون في استجابة من صنع القرار باتجاه عمل ما يلزم لإنهاء الفيوليشن اللي بيصير في هذه القضايا أو لإنهاء حالة عدم الاستجابة من النظام لهذا النوم يعني الواضح كمان أنه الأهم بهذا المشروع هو عملية البناء والتراكم على الأشخاص نفسهم اللي بعد فترة بس يدخلوا في مشروع يتقلوا بين جسور واحد جسور تنين هما كمان بيكونوا صار عندهم هناك مكونات وخزينة يعني من المعلومات والتجربة كمان الغنية أنتو بتستهدفوا عادة مناطق من مخيمات قرى ومدن وهذا كمان رح ينطبق على جسور تنين؟ هو الفكرة الأصيلة أننا نجسر الهوامة بين المكونات المجتمعية المختلفة منها المخيمات والقرى والمدن وهذا العلاقة المتوترة لحد ما في بعض الأوقات اللي كنا بنشوفها هنا وهناك في حوادث مختلفة ورح يستمر استهداف هذه المناطق على نفس الديزاين أو على نفس التصميم ولكن ممكن الإضافة النوعية في جسور اثنين هو كيف ممكن نعكس هاي المكنونات هاي الطاقات الشبابية اللي احنا بنستهدفها في هذا المشروع في شكل سياسات عامة بنقترحها على صناع القرار في جلسات حوارية مع صناع القرار عودي بأتمنى لكم أكيد التوفيق كمان وحبينا كمان احنا نكون داعمين للكم بهاي المسيرة ونتمنى كمان بالنهاية كمان نكون احنا جزء من المشروع نعرف النتائج ونسمع أكتر كمان من المجموعات الشبابية ايش تجربتهم كيف كانت ايش الاشياء اللي يحققوها من خلال المشروع بتمنى لكم التوفيق وفي مؤسسة ريف وين وأنت المدير العام عودي أبو كارش شكرا كثير على وقتك كمان ووجودك معنا من داخل استوديو شكرا كثير لكم وشكرا على هذا الجهد اللي بتدعموا فيه حقيقة مشروع جسور شكرا مشاهدينا من بعد هالفاصل رح نكمل فقراتنا نخليكم معنا